موسيقى السلام عليكم أود أقدم لكم بعض الملامح من تجربة حياتي الشخصية وهي تجربة متواضعة وفي نفس الوقت وعي هذه التجربة منذ أكثر من أربعين سنة بدأت مشروعين وفي البداية بدأوا فكرة واحدة اتشعبت بعدين بعد ألفين وخمسة رجعوا وبدأوا مندمجين مع بعضهم البعض المشروع الأول يتعلق بالنظرية الفيزيائية المعممة والمشروع الثاني يتعلق بالتحليل الفاعلي النظرية الفيزيائية المعممة تعنى بالقوانين التي تصف نمو وتطور الكائنات الحية وهي تطوير لميكانيكا الكم العلم الذي يدرس خواص وتركيب الذرات والجزيئات والجسيمات الأولية عشان ما يكون قادر أنه يتعامل مع الكائنات الحية والمعممة أو التعميم جاي من أنه القوانين التي تم اكتشافها على مستوى الكائنات الحية تقول كحالة خاصة متدنية لنفس القوانين بتاع تلفزيائية الأساسية الموجودة في الجماد وداء حينما يموت الكائن الحي تم تطوير هذا العمل تحت شروط بالغة القسوة والنظرية قبل ما تتنشر يعني رفضت أكثر من 18 مرة إلى أن أخيرا نشرت في مجلة الإيكولوجيكال مودلينج مجلة عالمية متخصصة وترتب على ذلك أن الواحد وجهت له الدعوة تقديرا لهذا العمل لحضور الاجتماع السنوي الـ 95 للجمعية الإيكولوجية الأمريكية هذا كان في بوستبرج في شهر 8 من سنة 2010 كلمة ودين علي لا بد من الوفاء به لأستاذ عالم الفيزياء العبقري المتواضع الخلوق السوداني طيب الله تراه بروفيسور محجوب عبيد طه فقد كان معيناً وعوناً لي فنياً ومعنوياً ما لا يقل عن 20 سنة أيضاً أتوجه بالشكر لدان بروكس عالم المعلومات البيولوجية من جامعة تورونتو في كندا وروبرت أولانو فيكس عالم الإيكولوجيا النظرية Theoretical Biology من الـ States وإسفين أريك جورجونسين من الدنمار وهذا اختصاصي في The Thermodynamics اللي هو Thermodynamics التطوري أيضاً الواحد ما بإنسى أن The International Center for Theoretical Physics اللي هو المركز العالمي للفيزياء النظرية أيضاً دعم هذه النظرية سنة 78 ومشيت وعملت ورقة بحسية في جامعة بيونيس آيرس وحضرت المؤتمر الدولي الثالث للأحياء الرياضية في سانتياغو وتم نشر الورقة وحتى بعض العلماء في لاتين أمريكا بدوا يرجعوا لهذا البحث طيب، هذا المشروع الأول المشروع الثاني اللي هو يتحلق بالتحليل الفاعلي هذا يُعنى بفاعلية الأفراد والمجتمعات والنصوص شاركت أيضاً بورقة في مؤتمر ترقية الوعي البشري سنة 2004 في ساندياغو في كاليفورنيا ووجد هذا البحث استحسان من المؤتمرين ونشر ضمن حيثيات ذلك المؤتمر بعدين بروفوسورة دينا هيرس أستاذة الفلسفة في جامعة فلوريدا ذكرت إنها أصبحت تشير إلى التحليل الفاعلي في تدريسة لمقرر النظرية النقدية ليس ذلك في حسب بل أربع طلاب نالوا الماجستير مستخدمين التحليل الفاعلي كمنهجية وطالبة أخذت الدكتوراه أيضاً مستخدمة التحليل الفاعلي كمنهجية بيبقى السؤال إنه كيف تأتى ذلك ما هي كلمة السر الباسوير ودي الرسالة الأناسي عايز أبعثة للجميع إنه الباسوير هي وعي الفاعلية إنه العقل البشري بيشتمل على حسب التحليل الفاعلي على ثلاثة أنظمة للوعي وعي يحفز من أجل التناسل والتكاثر وعي يهتم بإنتاج واستحواذ الخيرات المادية ووعي من أجل الإبداع والإيثار والعطاء الشامل حيتم في التفصيل لهذه الأنظمة بتاعة الوعي لكن بيلزمنا إننا نعرف إيش أن إحنا نقصد بالفاعلية الفاعلية بتعني التجاوز بتعني المبادئة تعني التفكير الإيجابي وأيضاً تعني الفاعلية إنه المنظومة تنطوي على مصادر فاعلية السببية في داخلها دعاً النقيض من القصور حيث يكون أو تكون المنظومة أو الجسم قاصر بذاته عن تبديل حالته ما لم تؤثر عليه قوة خارجية من ناحية إصطلاحية الفاعلية تعني الإنتاج والإثراء الشامل للحياة على وجه التحديد تعني الإبداع والإيثار بهذا المعنى الفاعلية ليست قاصرة على البشر أوضحت بعض الدراسات الحديثة خاصة ويلسون ويلسون في جامعة هارفارد على وعلى النظرية الفيزيائية المعممة إن الفاعلية بمعنى الإيثار والإبداع خاصية جوهرية بالنسبة لظاهرة الحياة لكن من خلال تطور الكائنات الحية الفاعلية كانت خاصية لتطور النوع أو الشعبة نتيجة لتطور العقل البشري أو الدماغ البشري وإنبثاق الوعي تنزلت الفاعلية من خاصية لتطور الكائنات الحية لخاصية تتعلق بالإنسان الفرد فأصبح الإنسان ناتج فاعلية ومنتج فاعلية لكن هذه الفاعلية بدت تتجسد من خلال أنظمة للوعي وهو بنية للعقل التناسلي بنية للعقل البرجوازي أو المادي وبنية للعقل الخلاق البندية نشأت دعماً للإحتياجات والغرائز الأساسية للبقاء بتاع الإنسان لكن كل بنية من البنيات هذه عندها مرجعية المعرفية الكيفية التي يبيع بها الإنسان الكون والعالم وعلاقته كل بنية عندها مرجعية القيمية التي تحدد نظام السلوك والأخلاق في المجتمع وكل بنية عندها فكرة عن الزات يعني على سبيل المثال إذا احتاز الإنسان بنية تناسلية حياعي ذاته ككائن تناسلي وظيفته ودوره في الحياة هو أن ينجب أكبر عدد ممكن من الأطفال إذا احتاز بنية مادية يفتكر أن دوره وظيفته في الحياة أن يستحوز على أكثر ما يمكن من الإحتياجات المادية وكذلك إذا احتاز بنية وعي خلاق البنية هي في حال التآزر إذا كانت البنية قدمت حلول إيجابية للمشكلات المجتمع وبتتصارع وتتنافس إذا كان البنية السايدة أو المستدمجة فشلت كل إنسان عنده ثلاثة بنيات دية لكن حسب شروط الاجتماعية والحضارية القائمة بالسود أحد هذه البنيات بالتالي يتبرمج معظم الناس وفقا لهذه البنى فإذا سادت بنية تناسلية وبالسود البنية التناسلية حينما يكون المجتمع عاجز عن درء معدلات الوفيات المرتفعة يعني عاجز عن درءها والوسيلة الوحيدة لمكافحة مواجهة ذلك ارتفاع معدلات المواليد وفي نفس الوقت إذا كان القوة العضلية للرجال والنساء هي صمام الأمن الغزائي والاجتماعي ففي هذه الحالة بالسود البنية التناسلية يبقى منظومة القيم تكون منظومة تناسلية الإنسان المقدر هو الذي عنده أكثر عدد من الأبناء خاصة الزكور المرجعية بتاعة الشرف والكرامة تتمركز حول التناسل والجنس ومن ثم أكبر هزيمة للإنسان تكون الهزيمة الجنسية أكبر نجاح يكون هو النجاح الجنسي إلى آخر القائمة لما تسود البنية البرجوازية وسادت البنية البرجوازية في المجتمعات الغربية إبان عصر النهضة وترتب على ذلك حصل شفت لنظام القيم من النظام التناسلي إلى النظام المادي أصبح الإنسان الموقر هو الإنسان الذي عنده فلوس وبصرف النظر عن الطريقة التي تحصل بها على هذه الفلوس فإذا سادت البنية عندها آليات بتاع الضبط لا تسمح لأن الإنسان ينفلت منها يعني يقدم مهام بتاع البنية الثانية فيصير نوع من التهميش نوع من الإقصاء لمهام البنى الأخرى طيب في تحت ظل شروط كهذه كيف يمكن أن يحدث إبداع أو إذا كانت في بنية تناسلية مثلا سائدة كيف يمكن يظهر إنسان مبدع إذا كانت البنية ناجحة 100% ففي هذه الحالة لا تكون في أي شكل من أشكال الإنفلات لكن لحسن الحظ البنية لا تستطيع دائما أن تكون قادرة لتحقيق الأمن والحماية وبالتالي بإنفلته الناس يعني اليتم الفقر الإعاقة يعني هناك أسباب كثيرة جدا ممكن تخلي الإنسان إنفلت إذا انفلت الإنسان من البنية بمشروع ودافع عن المشروع وكان المشروع هذا للعطاء الشامل فمشي في الاتجاه البنية الخلاقة إذا كان جبن عن دفاع عن المشروع أو انفلت من دون مشروع ففي هذه الحالة يكون في حالة اقتراب في نفس الوقت الإنفلات قد يؤدي في اتجاه الجريمة إذا كان الإنسان ما مشى في الاتجاه بتاع تنمية قدراته والدفاع عن المشروع لهذا السبب عشان ما يكون في إبداع عشان ما يكون في إثراء للمعرفة لا بد من أن يكون الإنسان قادر على الدفاع عن المشروع فبهذه الطريقة يمكن أن نلخص وجهة النظر دي في أنه من أجل أن يكون المجتمع صحي ومعافى لا بد من الإبداع لا بد من وعي الفاعلية ومن ثم لا بد من أيضا حفز أفراد المجتمع في إتجاه التفكير الإيجابي ووعي الفاعلية والسلام عليكم اشتركوا في القناة